بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نستكمل ما بدأناه في جزء الموشن والبوزيشن اند انرجي هنأخذ حاجة مهمة جدا حفظ الطاقة الميكانيكية حفظ الطاقة الميكانيكية طبعا هنا الطاقة بتظل سابتا الطاقة الكلية كمية المقدار الكلي للطاقة الميكانيكية يظل ايه يظل سابت في غياب القوى الخارجية ده قانون حفظ الطاقة الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم يعني دائما تظل سابتا والميكانيكا الانرجي لو رمزنانا بسم الرمز يعني ستساوي مين ستساوي يعني يعني ضغط الوردة زائد ضغط حركة دائما الطاقة الميكانيكية بسوي طاقة الوضع زائد الطاقة الحركة law of conservation energy ده قانون عالمي energy is never created or destroyed الطاقة لا يمكن انها تخلق او تعدم الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم energy can be converted الطاقة ممكن انها converted from one form to another form الطاقة فقط ممكن انها تتحول من صورة الى صور اخرى but the total energy remains constant يعني ممكن الطاقة الميكانيكية الطاقة potential energy ممكن تتحول potential energy تتحول الى kinetic energy او العكس kinetic energy تتحول الى potential energy بالتالي الطاقة energy can be converted ممكن انها تتحول from one form من صورة الى to another form الى صورة اخرى لكن في النهاية total energy remains constant during a free fall يعني example of energy conservation and conversion يعني ده مثال لحفز الطاقة وزائد الطاقة تتحول during a free fall and object خلال السقوط الحر ده السقوط الحر السقوط الحر معناه ان جسم بيسقط سقوطا حرا يعني بيسقط فقط بيوقع تأثير الجاذبية يتسارع بتسارع الجاذبية 9.8 m per second square هنا في هذه الحالة لو انا عندي جسم الجسم ده بيسقط سقوطا حرا تمام لوسوس بي اي الفقد فيه لوسوس بي اي يعني فقد في طاقة الواضح هنا بيبالو طاقة الواضح بي اي وديب التوب مقسم اول ما بينزل طاقة الواضح بتقلي بتريد تقلي بتبقى اقل يحصل لها ايه يحصل لها decrease ليه لان الارتفاع بيقل the high decreases يقابله في المقام في المقابلة gains ke gains ke يعني كسب تمام او ماكسف في طاقة الحركة ليه لان its velocity increases its velocity increases يعني السرعة بتاعتها بتاعت هذا الجسم بيزيد وبالتالي دائما يبفيت في تحول بين طاقة الحركة وطاقة الواضح هنا بتنشي انيجي هنا ماكسيمم هنا كانتك انيجي ماكسيمم البوتينشي الانيرجي هنا منيممم هنا الكانيتك انيرجي تمام ك اي او الكانيتك انيرجي منيممم بحيث دائما الدولة مع بعض دا زائد دا بيساوي كام كونستان سابت دا زائد دا بيساوي كونستان سابت تمام الفقد في طاقة الوضع بيساوي الزيادة في طاقة الحركة يبقى الام ج دلتا ايش دا ضاقة الوضع بتنشي انيج دايما كتلة في تسارع الجاذبية في ارتفاع ام ج دلتا ايش التغير في الارتفاع بيساوي نصف ام في تربية الانيشي تمام الفي اي اللي هي الانيشي بيساوي زيرو الانيشي بيساوي زيرو طب وبالتالي طاقة الكي اي دائما تمام هتبقى منموم ليه لان الكي اي بيساوي نصف ام في تربيع نصف ام في سكوير الفي بيساوي زيرو يبقى الكانيتك انرجي برضو بيساوي زيرو لان السرعة بيساوي سيفر الدلتا ايش ديستانس سرور which is a object falls دي عبارة عن ارتفاع اللي خلاله الجسم بيسقط solving for v بيساوي v طبعا احنا هنا بنحاول انه بسرعة هنا بالمعادة دي هتبقى طبعا الام مع الام ممكن انا اخلي الام هنا راحت مع الام دي كده يبقى فاضل بس جي دلتا اتش بساوي نصف ام في تربيع ممكن النصف الهنا اتنين هتروح من ناحية التانية وبتنين جي اتنين جي على دلتا اتش اتنين جي دلتا اتش عايزة يبقى الجي يبقى الجي التربيع روت سكوير اوف المقدار ده ده السرعة يبقى السرعة تمام خلال المسافة خلال المسافة تمام this allows you to calculate the velocity of the falling object using energy conservation principles هنا بيدينا انه انه انحنا مبدأ نحسب السرعة لجسم يسقط سقوضا خرا تمام باستخدام المبادئ حفظ الطاقة example برضو for energy conservation and energy conversion the pole the pole mass of 1 kg كرة كتلة 1 kg there is potential energy for kinetic energy as it falls هذه بيحصل تبادل ضاقة الوضع بين ضاقة الوضع وضاقة الحركة خلال السقوط note that the pole had 98 joules of potential energy wind dropped and has a kinetic energy of 90 98 joules just as it hits the ground in the absence of air resistance في غياب مقاومة الهواء القرى تسقط السقوضا حرا نلاحظ أن الكرة لها 98 joules ضاقة وضع 98 joules بي 98 joules تمام هنا طبعا V بالتصوى 0 initial velocity add time of reliance في بداية الانطلاق تمام عند زمن الانطلاق سرعتها 0 سرعة تجد سرعة الانطلاق سرعة السرعة نحن وجدناه في سقوط الكرة V يستطيع اثنين جهاز جهاز التربيه نعود عن الاثنين ونعود عن الجهاز ونعود عن التفاع بخمسة تمام ونعود عن الجهاز بـ 9.8 متر سكوير نجد ان السرعة 9.9 متر سكوير وبالتالي تغطي الحاجة بسيطة 49 جول ونرى المقدار الذي خسرته في طاقت الوضع ونعود عن الجهاز بسيطة نفس القدر الذي اكتسبته من طاقت الحركة بحيث التوتال دائما كام 98 جول البيئي يستطيع اثنين جول عندما اول كرة تصل الارض تضرب الارض تضرب سطح الارض في هذه الحالة الارتفاع بسيطة 0 سنعود عن طاقت الحركة السرعة الاول نحسبها نجد ان السرعة وصلت 14.8 متر 14 متر برسكند وده ماكسيموم يعتبر ماكسيموم كده اقصى سرعة اول ما تصل اضرب لها اقصى سرعة في هذه الحالة عندما نعود عن الكائناتك انرجي نصف ام بي سكوير نجد انها 98 جول نفس المقدار الذي كان في البداية دائما يبغز التوتال التوتال انرجي اول تايم كونسيرف اكزامبل اخر زيس بندليام بوب طبعا هنا عندي انا البندول البسيط تمام السيمبل بندليام بوب كوت البندول البسيط البوب لوسز بوتينشيال انرجي بي اي كونسيرف الكرة تحت البندول تفقد قدر من طاقة الوضع وهذا القدر يساوي تماما القدر التي تكتسبه الكرة من ضغط الحركة As it falls through a distance H ادي المقادل distance H الديستانس بين مين ومين هنا بداية الحركة ده عبارة عن بسموه الاكواليبريان بوزيشن تمام الاكواليبريان بوزيشن ده وضع البداية وضع الاستقرار الكرة في حالة استقرار عندما ابدأ انا اقبض الكرة بحيث بالزاوية التي هي الزاوية صغيرة سيتا دي سيتا دي تقريبا 5 ديجري خمس درجات الكرة بتوصل اقصى قيمة هنا تمام وبعدين ترجع ثاني ولما ترجع ثاني بتوصل الوضع الاستقرار بتاعها الوضع الاولاني ستبقى لها سرعة هذه السرعة تجعلها رايحة جايزهاب وإياب يعني مش توصل عند وضع الاستقرار وتستقر لا لان هي عند وضع الاستقرار ستبقى سرعة ماكسيمم في ماكسيمم ترجع ثاني بخليها ترجع ثاني في الوضع العكس يبقى ادي ادي وضع البداية وبعدين بيحصل هنا تتخبط كده وتتحرك في هذا الاتجاه وبعدين هي وراجعة توصل ثاني برضو الى وضع الجديد وهكذا الكرة تتحرك زهابا وايه وإياب بجمل حركة توفقية بسيطة والارتفاع من هنا من اعلى نقطة وسطلة الكرة اهي اعلى نقطة وسطلة الكرة لغاية من غاية وضع الاستقرار الوضع البداية ده اتش يبقى سرو اتش The process reverses as the pop moves up the other side of its swing الكرة بتكرر او بتبقى عملية انعكاسية في اتجاه الاخر اثناء اثناء الحركة اثناء الارجاحة هنا عند الوضع ده واضح uh that's the level is equal impressive و Like, بطال بعد 100% و كيانهاتic energy 0% ذهما الوضع يكون هو الماضية مع TERF profiles الان showed body الانتشار 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 وك parsley في測ع الرأس وهي ولي comes now الانتشار 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 الأوضع في هذا الحالة power 0% 100% مئة في المئة. تمام؟ بالتالي السرعة ماكسيما. هنا في ماكسيما. السرعة ماكسيما تخلي الكرة لا توقف هنا. لا تتحرك في اتجاه الثاني.